بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبى الزهرى يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المغلوم السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبي الضم يا أبى عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب غريب مغلوم عطشان السلام عليك وعلى حبيدك كاظم الغياب باب الحوائج مؤسى بن جعفار ما خاب والله من تمسك بكم ما يخيب إن شاء الله أمن ما يخيب إن لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادة فنفوز فوزا عظيم لا تأمن الدهر لا تأمن الدهر فإن الدهر ذو غير أحد يأمن للدهر للوقيت لا والله لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين إيش سوى بأهل البيت أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين هذا بطوس وذاك بكربل بعض بطيبة مدفون وبعضهم وبعضهم بكربل بكربل وأرض طوس وسام الراق الضمن بغداد صاحب هاي الليالي موسى بن جعفة وأرض طوس وسام الرايا قض منات بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي يتساءل الشاعر يا سادتي ألمن أنعاءسا ولمن أبكي بجفنين من عينايا قريحين سعد الله قلبك شوان حقيدة يريد يبتشي بجفنين قريحين يا سادتي ألمن أبكي أسن ولمن أنعاء لمن أنعاء أسن ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي أبكي على الحسن المسموم مضطهدا كناية عن كل إمام قتل بالسم ها والذي قتل بالسيف يا مولاي أيها الشاعر اسمع ها أبكي على الحسن المسموم مضطهدا وموسى بن جعفر أيضا قضى ومضى مسموم أم الحسن حسن يا حسن يا حسن حسن يا حسن يا حسن أم الحسن وينلقا بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشاب من دمه معفر الخدم محزوز الوري يا دين وزينبون الشاعر ما نسى زينب أم الخدر كعبة الأحزان وزينبون في بنات الطهر وهي لاطمة منها الخدود والدمع قد خد خدايا تقول بعدهم بعدهم يا حف الدهر خواني بعدهم وطوفاً من بلد الآخر بعدهم بعدهم هايو همو مريد الشيء أو بعدهم يا يوم برخصة من السادة المؤمنين الموالين منك يا صاحب الزمان تقول هايو همو مريد الشيء أو بعدهم أو بعدهم أو بعدهم المتن بصايا أو تضل مطبوع بعبي بالله ويزين بها المدن بالصاط ظلم طبايا معجو يا عبي ومنهم برض طيبة ومنهم برض كفة واس الزهراء بصدر المجلس منهم برض طيبة ومنهم برض كفة ومنهم بس مرة ومنهم في خراسة وعظم مصيبة مصيبة الله يرحمك يا شيخ هادي الكربلاء إذا جاء على هذا الشطر بكربلاء يضج الناس بالبكاء والنحيم وعظم مصيبة مصيبة ماذبوح عاط وعظم علي اشتركوا في القناة الله بوجود هذه الوجوه الطيبة ايوالله محروسين بعينك يا فاطمة من الوالد والقلب له فايان انا ودور عزب نويان ما اجه جسم سليب او لا لهجفان او ترى لعبة على ابن الخال مدان من الوالد يحسيا يبني يبني ويمر الذباحك ذبحني دسعدني على ابني يلتحبني انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن سيدنا ومولانا موسى بن جعفر الكاظم الذي خصصت له هذه الليالي خصوصا اول ثلاث ليالي بذكره وبثوابه ثواب المؤمنين والمؤمنات يعبر ويقول كفارة عمل السلاطين الاحسان للاخوان لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صل على محمد وآل محمد مولانا الكاظم سلام الله عليه تحدثنا في الليلة الماضية عن محبة مولانا الصادق له سلام الله عليه وعن بعض مواقف خصوصا موقفه مع بشر الحافي أيها الاحبة كيف وأن لأهل البيت سلام الله عليهم ولكلامهم وقع السحر على قلوب الناس وضمائر الناس له تأثير كبير ويؤكده ذلك قول المولى الرضا سلام الله عليه حينما يسأل كيف نحيي أمركم يا مولاي فقال تعلموا علومنا وعلموها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا لاحظ كيف فعلينا أن نحفظ شيئا من روايات أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ونذيعها ونشيعها بين أوساط المجتمع أيضا نحفظ شيئا من القرآن الكريم نقرأ الآيات القرآنية على الناس أيها الاحبة أيضا القرآن الكريم له الأثر البالغ والواضح على عقولي وأذهاني وأفيدة الناس وهكذا يوصي مولانا الكاظم سلام الله عليه من خلال هذه الرواية بلفظ آخر هنا كفارة عمل السلاطين الإحسان للإخوان هناك لفظ آخر زكاة العمل لدى السلاطين الإحسان للإخوان يعني ماذا أيها الاحبة كل شيء له زكاة زكاة العلم نشره الله يحفظ علمائنا الموجودين ورحم الله من مضى منهم أيها الاحبة ما قصروا حقيقة فأيضا زكاة الوجاهة ما هي زكاة العلم نشره زكاة الوجاهة خدمة الناس إذا إنسان وجيه وله تقدير واحترام لدى المجتمع لدى أوساط الناس وما يخدم الناس وجاهته لا معنى لها لاحظ كيف فعلى الوجيه إذا أراد أن تصبح وجاهته بمكانها الصحيح التي وهبها الله إليه ماذا عليه أن يخدم الناس يساعد الناس يوقف المخطئ أيها الاحبة يوقف صاحب الباطل ويؤيد صاحب الحق هكذا أيضا زكاة العمل لدى السلطان أو لدى السلاطين تريد راتبك ومعاشك يصبح مئة بالمئة قدم الخدمات للمسلمين قدم الخدمات للمؤمنين أيها الأخ العزيز بطبيعة الحال لا ضرر ولا ضرار الإنسان لا يأخذ الحماس ويهلك نفسه لا كل إنسان حسب تكليفه الشرعي حسب مغدرته أيها الأحبة لاحظ كيف ما يهلك نفسه ويقول أنا سمعت هذه الرواية أو قرأت هذه الرواية فماذا يخالف القانون يأتي بالمضرة على لا لا يكلف الله نفسا إلا وسح على أي حال أيضا قول للإمام الكاظم سلام الله عليه وهو عون الضعيف من أفضل الصدقة شوف المولى الكاظم سلام الله عليه حليف السجدة الطويلة لاحظ كيف صاحب الدمع الغزيرة هذا هو مولانا موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه كان ديدنه الفقراء المساكين المحتاجين من المواقف التي حصلت بعهده سلام الله عليه هناك رجل أمسكوا به وهو بريء ستة لصوص أجلكم الله وأجل المنبر الشريف سرقوا فأمر بحبسهم فقبضوا على خمسة فقط بحثوا عن السادس لم يجدوه شافوا لهم هالمسكين هذا لا إلا ذنيب لا إلا ناقة لا إلا جمال بالموضوع أو سلطة أو أمرت أو ستة كون ستة ستة لصوص كون يجيبونهم ما لقوا السادس جابوا هذا الفغير المسكين وحطوه وياهم وسجنوه معهم ذولاك هم لعب شطار وإلهم واسطات وإلهم معارف وإلهم كذي أو سجن وضيم السجن وكذي خلصوا أنفسهم شايف شلون بقي هذا المقرود هذا المسكين لا لأحد لا لواسطة لا لمعرفة هم لا عنده فلوس ويحط بخشيش وما بخشيش وكذي اش سوى كتب على ورقة هاي الكل مظلوم الكل مضطهد ها كتب على ورقة من العبد الذليل إلى الرب الجليل كل شفع صاحبه به وشفع وأنا شفعتك يا إلهي به شايف شلون دعبير صاحب ومظلوم وما لوالي أنطهل السجان طلب منه أن يجعلها على سطح السجن بات هارون هارون أكثر حاكم المولى عاش فترة سنين معه لاحظ كيف وهو الذي أمر بدس السوم سيأتينا في يوم الغد إن شاء الله للمولى الكاظم سلام الله عليه من خلال السجان الملعون السندي ابن شاهك عليه العائن الأولين والآخرة فجعلها على السطح من العبد الذليل إلى الرب الجليل وهكذا وإذا بهارون لم ينم ليلته تلك كلما أراد أن ينام يأتيه هاتف أخرج فلان المسجون من سجنه أصبح الصباح أمر لديكم فلان شخص هذه أوصافه أفرجوا عنه أئتوني به بالحال شوف رب العزة والجلالة فليتوكل الإنسان على الله دائما وأبدا أيها الأحبة اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وإذا به يفرج عنه والرواية تقول أكرمه بأموال وجمال وفضة وذهب أيها الأحبة ببركتي دعائه هذا البهلول أيضا عاش فترة في عهد هارون العباسي أو في عهد المولى موسى بن جعفر الكاو هذا البهلول أرادوا أن يجعلوه قاضي من القضاة أو رئيس القضاة فخشية من الله وخشية أن لا يعدل أيها الأحبة وخشية أنه يظلم الناس وقد لا يعذروا حينما يعتذر عن هذا المنصب جعل من نفسه مجنونة شايف يشلون ذات يوم التقى بهارون هاي همه وعضائي والله شي يقل لي كان لدى هارون إناء من الماء وإذا بالبهلول يقل لي يا هارون كيف بك لو أوشكت على الهلاك من العطش بكم تشتري شربة من الماء فقال والله أشتريها بنصف ما أملك هذا هارون الذي يخاطب السحاب اذهبي أينما تنطري يأتيني خراجك لاحظ كيف وإذا به يقول من أجل هذه الشربة شربة الماء حينما أشرفه على الهلاك حكيم البهلولي والله أشتريها أشتري الشربة هذه بماذا بنصف ملكي بنصف ما أملك قال له شربتها واحتبس البول أجلكم الله وأجل المنبر الشريفة ماذا تصنع والأخوة أصحاب الكلة وأمراض الكلة يعرفون هذا الأمر ومعناه جيدا شاف الله مرضى المؤمنين والمؤمنات كافة لا سيما المرضى الحاضرين من رجال ونساء وكبار وصغار ماذا تصنع لو احتبست هذه الشرب ولم تستطع إخراجه قال له أشتري أعالج نفسي من أجلي أن أتخلص من هذا الأمر بنصف ملكي الثاني لاحظ كيف فقال له لاحظ يا هارون ذهب ملكك بشربة وكذا وهكذا أيها الأحبة مولانا موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه رغم سجنه من سجن إلى سجن لكن لم يترك العمل الإسلامي ولم يترك الدعوة إلى الله جل وعلا بعض الناس ما إن يصاب بشيء من الضيق أيها الأحبة سواء ضيق مالي مادي ضيق اجتماعي إلا وماذا انهزم وانسحب عن العمل الرسالي والدعوة إلى الله جل وعلا فعلى الإنسان أن يصمد ويكافح من أجل الله ومن أجل العمل لوجه الله تبارك وتعالى مولانا الكاظم سلام الله عليه أيها الأحبة حينما نتساءل نحن المؤمنون ونقول نحن من أهل الزهد ونبذي الدنيا هارون الرشيد أو هارون العباسي أيها الأحبة أحب أن أناديه بماذا هذا ملكه يخاطب السحاب اذهبي أينما تنطري يأتيني خراجك من أجل هذه الدنيا قتل موسى بن جعفر صح؟ لو لا أيها الأحبة من أجل هذا الملك من أجل هذه السلطة من أجل هذا الحكم من أجل هذا الثراء قتل موسى بن جعفر نريد أن نتساءل ونتحاور مع أنفسنا لو كمؤمنين كمحبين لأهل البيت كموالين وكأتباع لمحمد وآل بيت محمد لو كان لدينا هذا الملك أيها الأحبة يا ترى نقدس المولى الكاظيم نقبل يديه نحبه على جبهته أم لا أيضا نقتله يحب كيف واطرح هذا السؤال على نفسك من خلال تعاملك في هذه الدنيا مع العبادات مع المناسك أيها الأحبة مع المؤمنين لو كان لدينا نصف هذا المبلغ أو نصف هذا الملك أو نصف هذا المال أنا كون على تواضعنا وزهدنا شايف شلون بعض الناس الله وكيلك أقبلت عليهم الدنيا كان لديهم منبر في بيوتهم حينما أقبلت الدنيا عليهم ماذا رفعوا هذا المنبر وأخفوه أيها الأحبة ليش مو الدنيا دوارة الدنيا يوما يوم لك ويوم عليك فإن كانت لك فلا تبطر لا تفسق يا ابن آدم أو تنسى ربعك أو تنسى دينك أو تنسى لاحظ كيف ثقافتك وتربيتك الدنيا يوما يوم لك ويوم عليك فإن كانت لك فلا تبطر وإن كانت عليك فاصبر ترى هم بالجانب الآخر أكو تخاذل بعض الناس حينما تدبر عنه الدنيا لاحظ كيف يصاب بالعوز يصاب بالفغر أيضا مع شديد الأسف بعض الناس يدبر عن أهل البيت يدبر عن إيمانه لاحظ كيف مع أنه من المفترض أن يصبح ذو همة عالية الدنيا ما يدبر عني أو أنا مجلب بيها يا حيف علي أن أصبح ماذا مثل بعض الناس أيش سوى من صارت الدنيا صعبة ويا أو أدبرت عننا الدنيا البعض أحرغ نفسه البعض انتحر شايفش لو هذا خطأ هذا حرام لا يجوز أيها الأحبة فليكن الإنسان ذو همة عالية المولى الصادق سلام الله عليه والد موسى بن جعفر الكاظم يقول ويعبر افرش بساطك ورزقك علي هو الرزق على الله سبحانه وتعالى لكن إمام معصوم مفترض الطاعة أحد الخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد لك يريد أن يقول لك كن على يقين ما إن تسعى إلا ويعينك الله افرش بساطك ورزقك علي إسعى يا عبدي وأنا أعينك شايفش لون فلا يستسلم الإنسان حينما الدنيا تدبر عنه وكذلك لا يبطر حينما تقبل الدنيا عليه أيها الأحبة وهكذا مولانا الكاظم سلام الله عليه عاش من سجن إلى سجن ويأتينا في اليوم القادم إن شاء الله الليلة القادمة نقرأ مصرعه ومقتله مسموماً مصابه روحي فداه مظلوماً مهموماً لكن أريد أن أقرأ هذا البيت بثوابه وثواب موتاكم جميعاً أيها الأحبة يقول ورضها ورضها يمصابك نحى لعظامي يا موسى بن جعفى يا آر يا باء بالحوائج يا كاظم الغياظ مولى ورضها يمصابك نحى لعظامي ورضها أسل شلون نروحي ورضها ترى بك الحزن أكسم العلياء ورضها والله بجعب جعب جعال أحزن أكسم العلياء ورضها ورضها جرع جاس المني مسجون جرع جا يا يا سلم والله ونهار ونهار على الكاظ منوح بلي الوان انا ونهار وصب الدميع شبه السي الوان ونهار 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 وصب الدميع شبه السيل وانهار ونهار والله يلقلب بك يلمس موم يا امان يا امان ما خابل تمسك بك يا امان يا امان صرت باب الحوى يجلل بريا والله صرت باب الحوى يجلل بريا للبريا اقول مولاي يا موسى بن جعفر انت تجرعت السوم وهذا ليس بالامر السهل لكن يا مولاي جدك الحسين وانت اعرف منا بما جرى له يوم الطفوف حينما بقي وحيدا فريدا بلا ناصر ولا معين وهو ينادي ألا من ناصر فيعينني ألا من ذاب فيذنب عن حرم رسول الله من جاءه زين العابدين لا يقوى على القتال جاءت زين ابو ملخد الروح يفداء شا تقول ابوه لأبي عبد الله تقول أخوي 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 معادة اليو قعب الأكوان تهدخ وتوتنس في الجيمان أخوي يحولون بخطة الميدان الميدان ويسجوه ما ينشان عطشان والله يا ابو علي ابن أم يا أخوي اترى فزعنا لك من الخيايا يا من أسوان اتنادي يا أخوي يا أولا لك معين ويا زين ابو الله اتنادي يا أخوي يا أولا لك أو قومك على الغابر مطاعي أنا مني نجي بالمرتضى مني أو تدري منه ما يا عليك كود والله يا أخوي يطلبون ثار ببدر وحني أخذ أوثارهم الواحد بسبعين عمت عيني والله أخذ أوثارهم الواحد بسبعين وهجمة وفرد هجمة على حسن ونختم وين ويا أبو فاضل ها هنا زين ابو وين توجهت توجهت يما أبو فاضل أشي يقل لي لها أبو السجاد يقلها روح الشريع روح الشريع بل شن تشوف عبا يقدر على النهضة أو يسلسي فهل بتار توجهت زين ابوين لصوب الشريع يما أبو فاضل أصاحت هنا يا هنّا أي مع الشريع ويا زينب بالله هنا يا هنّا بعد أعيد لك حتى تأخذ مرادك هنا يا هنّا أي مع الشريع أولا من الصدر ترى شبه في قطيع وصلت زينب يما أبو فاضل بيت الدعاء أدقل لي يا فاي يا فاي يا ابن والدي يا بو فاضل يا أخو يا نعم يا نعم يا نعم للك في العنم يا فاي يا فاي بعد ما ظل تحظ البيت يا فاي يا فاي ونار الغاذرية حرقت يا فاي يا فاي يا أخويا لينطل وعد يا أبو فاضل لينطل وعد كون يا فاي كلك وفا يا أبو فاضل يا والله لينطل وعد لينطل وعد كون يا فاي يا فاي معذور يا من اجفو فاك على الوطي والله معذور يا من اجفو يا اجفو فاك على الوطي بأب التي ورثت مصا إبا أمي فغدت تقابلها بصايا برئ بيها إلهنا نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد انصر الإسلام والمسلمين اخذلي الكفر والمنافقين عجل بظهور مولانا صاحب العصر والزمان اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا اغضي حوائجهم شاف مرضاهم اعطهم مرادهم رجال نساء كبار صغار في هذه الحسينية المباركة الى ارواح موتاهم موتى المؤمنين والمؤمنات ارواح موتى خدمات ومؤسسي هذه الحسينية المباركة للجميع رحم الله من اهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة